السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني الكرام تابعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة راتشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتبع على الاشتراك أو سبسكرايب أم لايك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعيني الكرام معكم محمد نور الدين خلنا نكلم عن ترتيب فرق الدور المغربي البطولة المغربية الثالثة بدأت الجمعة 11-12 بفوز الجيش الملكي على نهضة الزمامرة 2-0 أمس السبت 12-12 المغرب الفاسي تعادل أمام يوسفيف برشيت 1-1 ولم يكأسفي فاز على الوداد الرياضي 2-1 حسينية أكادير تعادل أمام شباب المحمدية 0-0 اليوم الأحضة 13-12 2020 نهضة بركان فاز على سريع وديزم 3-1 المغرب التدواني تعادل أمام الدفاع الحسن الجديد 2-2 الرجاء الرياضي فاز على مولدية وجدة 3-0 والتحاد تنجف فاز على الفتح الرباطي 1-0 خلنا نتعرف على ترتيب فرقة دور المغرب وترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة الثالثة في صدر الترتيب جدول دوري المغربي عزرا دور المغربي بعد انتهاء الجولة الثالثة اتحاد تنجف المركز الأول كلينشيت 9 نقاط بعد الفوس 3 مباريات الرجاء الرياضي في المركز الثاني ب7 نقاط نهضة بوركان في المركز الثالث ب7 نقاط شباب المحمدية في المركز الرابع ب7 نقاط الوداد الرياضي في المركز الخامس ب6 نقاط أولمبيك أسفي في المركز السادس ب6 نقاط المغرب الفاسي في المركز السابع ب5 نقاط الفتح الرباطي في المركز السامن ب4 نقاط المغرب الفاسي في المركز السامن ب5 نقاط الفتح الرباطي في المركز السامن ب4 نقاط المغرب التدواني في مركز التاسع بأربع نقاط الجيش الملكي في مركز العشر بثلاث نقاط حسنية أكادير في المركز الحادي عشر حسنية أكادير في المركز الحادي عشر بنقطتين يوسفي برشيد في مركز الثاني عشر بنقطتين الدفاع الحسن الجديدي في مركز الثالث عشر بنقطة وسريع ودي زم في مركز الرابع عشر بنقطة مولودية وقدة في مركز الخامس عشر بنقطة أيضا ونهض الزمامرة في مركز السادس عشر والأخير بدون نقاط أما عن ترتيب الهدفين في صدارة الهدفين اللاعب صلاح الدين بنيشو لعب أولمبيك أسفي بأربع هدف يتساوى معه في الصدارة توني إجو ماريجو لعب المغرب التوداني أيضا بأربع هدف في المركز الثاني صوفيان رحيمي لعب الرجاء بها ثلاثة هدف وفي المركز الثالث رضا سليم لعب الجيش الملكي به هدفين يتساوى معه كل من أنيس سلتو لعب الفتح الرباطي محسن ياجور لعب نهض بوركان بن ملانغو لعب الرجاء وعبد الفتاح حدراف لعب الدفاع الحسن الجديدي وعلاق الدين أجراي لعب المغرب الفاسي بعد ذلك يأتي في المركز الرابع بهدف كل من هشام خلوة لعب المغرب التوداني تيري كاسي لعب أولمبيك أسفي مروان لوداني لوادون لوادني لعب سريع وديزم عبدالإله الحفيظي لعب الرجاء صوفيان حريص لعب سريع وديزم يوسف أنور لعب تحط تنجا إبراهيم البحري لعب سريع وديزم وباقة من ألمع النجوم الآخرين ممكن ردها جهوج نقوله وكل لعب دي بقى لهم هدف واحد تبعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة مراء خير وخلاص قدمنا لكم ترتيب فرق الدور المغرب وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة ستلسل من البطولة المغربية الاحترافية الأولى اشترك في القناة فعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته